لكن هناك طرأت بعض الأمور مؤخرا تقريبا قبيل تسمية المحافظين هناك آراء دخلت في اجتماع داخل إطار التنسيقي وأنا مطلع عليها كمعلومة أنه لا يمكن كسر إرادة الجماهير في هذه المحافظات لأنها قد تسيء لإطار التنسيقي بشكل عام وعليهم أن يمضوا باتجاه القبول بنتائج الانتخابات الأخيرة سواء على مستوى الأغلبية في البصرة أو حتى في كربلاء وأضيف لك معلومة أيضا أن هذه الأطراف المحافظين هم ونفسهم السيد الخطابي مشكلتها كانت أصلا مقبولة من جميع قوى الإطار التنسيقي لكن كانت لديها مشكلة تحديدا مع دولة القانون بكل صراحة والرجل هو الذي طلب أن يجلس مع السيد المالكي وأن يلتقي به من أجل حل هذه المشكلة والسيد العيداني أيضا كان خلافه مع الأخوة في صادقون في العصاب باعتبار أنه كانوا يردون هذا المنصب وأيضا سوية تصميم بالنهاية هو جزء من الإطار التنسيقي والسيد الخطابي هو أساسا دولة القانون وحزب الدعوة في الأساس بصرف النظر عن كذا كيف حصلوا على الفوز على المحافظات لم يحصلوا على الفوز بهذه الطريقة بقدر ما إذا راجعت قليلا أن السيدة أحلام هي من دولة القانون هي التي ذهبت ووقفت مع السيد أسعد العيداني والسيد الآخر من بدر تقريبا هو الذي جمع أربع أصوات